خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تتبع المجلس عرضا قطاعيا حول حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وتطرقت سيد الوزير خلال عرضها للصيغة المبسطة للقرارات الإدارية والتي تهم 22 قرارا إداريا الأكثر تدولا تم تبسيطها ورقمنتها ما سيمكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% وهو ما سيختصر الوقت الزمن لتكوين ملف الاستثمار بنسبة النصف وصدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها قدمه وزير الداخلية من دريج هذا المشروع في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 55-19 فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها علما أن القانون المذكور قد أفرد أحكاما خاصة بالنسبة لهذه القرارات لكونها تعد الأكثر طلبا من طرف المرتفقين كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراصيم ذات الصلة بالقرارات الإدارية قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يتعلق الأمر بكل من مشروع المرسوم رقم 22-385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما مشروع المرسوم رقم 22-386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانون المحدد لتسليمها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي مشروع المرسوم رقم 22-387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تعتبر بمتابة موافقة سكوت الإدارة بعد انصرام الآجال المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها إلى ذلك صدق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور وذلك على مستوى كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاع السياحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار